ماينفعش برضو ان احنا نزور التاريخ برضو عبدالفتاح عشان نحسن صورة الداخلية ماينفعش ونتهم صورة يناير ان كان هدفها كسر الشرطة عشان ياخدوا البلد ويضيعوها ماينفعش عيب عيب تحرد الشرطة على الشعب عيب عيب تقول الكلام ده الصورة اللي احنا محتاجين مش نحسنها نحافظ على حسنها الصورة اللي احنا محتاجين نحافظ على حسنها اللي هي صورة المصري اللي بيعمل في القطاع ده لانه هو مصري واللي احنا كان حولها كبيرة جدا نتعاملت خلال السنين اللي فاتت واللي كان اخرها من عشر سنين ولا اكتر الهدم كان هدفه حلوحدة ان الجناح ده ما بقش موجود عشان البلد تتاخد هو كده اللي عايز يعرف مفيش مجاحة بعد كده السيسي بيزور التاريخ تاريخ ايه بقى؟ تاريخ الاحداث اللي احنا عشناها بالمناسبة سيسي قبل ما نتكلم عن تاريخ التزوير اللي انت عايز ازوره وبنتكلم عن خمسة وعشر يناير ما ايه رأيك نعمل انت هتعمل عن كل زابط وطني خمس حلقات؟ بقولك يا علي انا عندي اقتراح ازا كان انت هتعمل عن زابط خمس حلقات فانا قلتلك سليم زاكي عايزين من عليه خمس حلقات هو كان حاكم دار العاصمة بس اعتقد انه انت لازم تراعي الردبة يعني ايه تراعي الردبة؟ يعني لما جيبلك وزير داخلية لازم تعمله بقى تلاتين حلقة فانا بقترح عليك دلوقتي ان احنا نعمل تلاتين حلقة عن طيب الزكر زاكي بدر ايه رأيك؟ زاكي بدر اللي وقف برلمان الشعب وقال الاباحة وقلة الادب دي اسمع معلش اهو العب العب معلش العب اهو الاخوة والاخوة اهو دي علي 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 ضرب نائب في البرلمان بالألم ده غير انه طلع بقى انه بيتجسس على تليفونات الاعضاء والسياسيين وفي الفيديو ده برضو يا عبد الفتاح بيشتمهم بالأم الفيديو موجود ايه رأيك هل دي الحسن بتاع صورة الداخلية في مصر مش انت بتقول نيزيد حسنها هو ده حسنها ولا حسنية ايه رأيك ده ده وزير داخلية ده ده وزير داخلية مصر وفي عد مبارك والفيديو موجود والأحداث في البرلمان لا في سوق ولا في عشة ده في البرلمان لا والغريبة انه بيمزج الاباحة وقلة الادب بآيات من الزكر الحكيم ميكس رهيب جدا احنا عايزين بقى الحاجات دي عبدالفتاح نعمل مسلسلات بقى الحاجات دي شايفين البجاحة مفيش بعد كده بجاحة لا وبيزور التاريخ تاريخ ايه تاريخ الاحداث بقولك اللي احنا عشناها وشوفناها كلنا بعينينا لاننا كلنا عارفين ان المصريين لما اختاروا 25 نناير تحديدا هو عيد الشرطة عشان يعملوا ثورتهم كان الموضوع اساسا احتجاج كبير جدا على سلوك وممارسات ووحشية عملتها الشرطة المصرية في حق المصريين ودفعتهم الى الثورة ايه بقى زي التعذيب في اجسام الشرطة مثلا يلا بقى يا عبدالفتاح نعمل المشاهد دي اللي كانت سبب في تفجير يناير دي ممارسات الشرطة اللي كانت السبب كلمني عن عماد الكبير كلمني عن عماد الكبير اللي حطيته خشبة جوا جسمه عشان يصوت كده زي ما شوفناها في الصورة كلمني عن قتل الشباب بدون زنب زي قتل خالد سعيد وسيد بلال كلمونا عن دي عبدالفتاح بتظهر تاريخ ايه كلمونا عن الناس دي اللي تقاتلوا على قد الشرطة المصرية واللي دموهم راح حضر ما بين التعوضات والتأجيلات والبراءات اه اه اللي قتلوهم اخدوا براءة تفضل براءات قتلت يناير براءة تبرئة زابط مصري بقضية تعذيب وقتل سيد بلال خد براءة كلمنا عن دي عبدالفتاح مقتلوا اش على صورة يناير تعويض اسرة خالد سعيد بمبلغ مليون جنيه كلمنا عن دي عبدالفتاح براءة السنة اخر المتهمين في قتل صورة يناير كلموني عن ده تهموه في ثلاث قضايا براءة اه مدير امن البحيرة السابق ابو امر مجد ابو امر اللي حطاها معادلة صحيحة مجد ابو امر طلعوا براءة ده اللي كان بيقول احنا اسياد البلد واللي ايه ميد ديده على سيده تتقطع كلمنا عن مجد ابو امر يا راجل اهو اسمع احنا على راجل واحد عيد واحدة وما نسمعش الكلام ده واعملين يدلعه باشعات مشعات مساعدين وزير مش عارف ايه ومش عارف كلام ده كل ده كده كل ده كده الاشعات اللي بطلعها دي كلها مقصود بيها انت طبعا رجل هتقول لك مساعد الوزير طب انا مدير امن مساعد الوزير يروح للمحاكمة يبقى انا روح بقى امشي فكل ده اشعات وكل ده كلام يتردد المقصود منه اللي طبعا هو مخطط عشان تكون عارفين المقصود منه كل المراكز والعساب وتخلى والناس دي تستولى على البلد وتستولى على السلطة اللي يمدي ايده على سيده لازم ايه يطارب بالجزء تتقطع ايده واحنا اسيادهم واحنا الامن واحنا الامان واحنا اللي حميانهم والناس كلها كبتعيط بتقول يا رب ان ييجوا احنا اسياد البلد ده الحقيقة بقى يا عبدالفتاح نعمل مسلسل عن مجدى ابو أمر وبطولة مجدى ابو أمر الكلام ده عبدالفتاح هو اللي خلى الناس تخرج في يناير الافترة والجبروت على الناس هو اللي خلى الناس تخرج دولة ما فيهاش قانون دولة جسدها السيناريست الكبير نصر عبدالرحمن واحنا كلنا فاكرين جسدها في ايه بقى نصر عبدالرحمن هي فوضى ايوة وخلد يوسف عندك هي فوضى ايه انا البلد حاتم امين شرطة جسدها نصر عبدالرحمن بعبقرية وازاي تجبر امين شرطة خلى يوقف قدام وكيل نيابة لانها دولة بلا قانون البوستر كان رائع بتاع الفيلم ده السيناريو رائع التمثيل كان رائع لو عندك ده بقى العاب وهو ده هو ده كلمونا عن حاتم ده اللي جسده ببراعة نصر عبدالرحمن وتحية لنصر عبدالرحمن كلمونا عن ده مش تقول لي خمس حلقات احنا هنزور التاريخ هو ده التاريخ يا عبدالفتاح ده التاريخ لأ ونصر اختار ايه ما اختارش مجد ابو امر مدير امن ما اختارش نقيب ده اختار امين شرطة اقل واحد في السلك بتاعهم وازاي تجبره وصلوا لمرحلة انه يوقف قدام وكيل نيابة ويتحدى هو ده ده دولة الله قانون مش زي ما انت طالع تجدب وتقول كانوا عايزين يكسروا الجيش والدخلية وياخدوا الحكم هو اللي خطف الحكم هو انت اللي خطف البلد هو انت مش المتظاهرين البوستر ده كان رائع ايه بقى روعة البوستر ده روعة البوستر في التجهيل يعني ايه التجهيل شوف النجوم اللي تحت شوف النجوم لكن روعة البوستر ده في التجهيل يعني انه ده واحد ميديك ظهره اللي ميديك ظهره ده لابس لبس شرطة ممكن يطلع اي حد في الشرطة لا ممكن اي حد في الشرطة يبقى كده مش هو حاتم بس والدليل اللي بقوله لك ده اني الاستاذ خالد صالح الله رحمة الله عليه تحت في الصور اللي تحت وهو ده خالد صالح نعرفي انه ده بظهره لكن الفكرة انه مش حاتم ده ده كل الحواتم ده كلهم بص بقى السلاح في ايده والشعب تحت منه نار والعة بص تخيل شوفي السلاح اللي في ايده هو يا دي ده اللي خلى يا نار تقومي عفتاح انما تقولي خطف الحكم متظهرين يا نار كانوا عايزين ديمقراطية وحرية ما فهمش واحد فشل في الداخلية فعمل مصورة ما فهمش واحد كان عايز حاجة غير انه يبقى عيش وحرية وكرامة